يا سادة احنا مازلنا بنغرق في أنوار القرآن الكريم والغرق في القرآن الكريم هو النجاح أما الطفو على سطحه فهو الهلاك لابد أن نغرق في أنوار القرآن الكريم ونحن الآن في المجال التالت من المجالات اللي بيبنيها القرآن احنا شهرنا في ولا تعسره في رمضان القرآن يبنيني بنا فينا القرآن المجال الأول وهو مجال الذات وبنى فينا المجال الثاني ومجال الأسرة وانطلقنا إلى الحياة وأول ما واجهنا في الحياة هو العمل وأمس تكلمنا عن العمل وكانت أول قيمة في العمل وكانت قيمة بديعة قيمة رائعة وهي المدخل في فهم العمل المدخل في فهم العمل في رؤيتنا الجديدة التي تتعامل مع العمل ليس على أن العمل محاولة فقط لكسب الرزق ولكن العمل لأنه عبادة وعرضنا إزاي كان فيه ناس بتتناقض إزاي هم بيعيشوا على أن العمل ده شيء مهم في الحياة ثم بعد ذلك وهم يجعلوا أي شيء ممكن يكون عبادة بالنية ويجوا عند العمل ويكرهوا مفهوم أن العمل عبادة لا لشيء إلا لأن هم عايزين يهربوا من العمل بالشكل اللي هم مش عايزينه فأفسدوا على الناس معنى أساسي من معاني العمل وهو العبادة النهاردة ننطلق مع العمل ونرى القرآن إيه اللبنة الإضافية الذي سيضفها القرآن إلى العمل ويجعل العمل يتألق ويزداد نوراً ويزداد فتحاً لأبواب جنة الحياة النهاردة نسمع قوله تعالى وهو ينادي علينا ويعلمنا وهو يقول لنا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها هي الآية التي وردت في سورة هود الآية 61 من سورة هود وهذه الآية لابد أن نغزلها مع المعنى السابق المعنى الذي هو العمل عبادة ثم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أخرجنا وأنشأنا وخلقنا في هذه الأرض عشان نعيش في المسجد الثاني نحن عندنا المسجد الأول وهو المسجد الصغير الذي نصلي فيه وهناك المسجد الكبير الذي كلمنا عنه رسول الله نحن دائما عندما نصلي صلوات الجماعات ثم نخرج من المسجد إيه اللي بيحصل؟ نخرج من المسجد الصغير إلى المسجد الكبير الذي تكلم عنه رسول الله وجعلت لي الأرض مسجدا إحنا عشان نقدر كما عمرنا المسجد بالذكر بالصلوات المسجد الصغير كيف نعمر المسجد الكبير؟ نعمر المسجد الكبير بالعمل فالعمل تعمير العمل تعمير القيمة الثانية واللبنة الثانية التي يضعها القرآن في حياتنا ونحن نتعامل مع مجال العمل وهو المجال الثالث من مجالات تعرضنا في هذا الشهر الكريم هو أن العمل تعمير ما معنى تعمير؟ أن العمل يعمر يعني يزيد من الخير ويزيد من النور ويزيد من البركة ويزيد من الرزق ويزيد من الفتح إذن العمل تعمير يعني يذهب كل معاني الفساد ويأتي بكل معاني التنمية هذا هو العمل فالعمل مش تكدير العمل تعمير تعمير لذات الإنسان بأنه هو بتعمير لذات الإنسان بالمهارات وبالمعرفة وكمان بالقيم وتعمير للحياة فمن أهم ما يحققه العمل هو التعمير وزي ما قلنا أن العمل نعمة وعبادة كمان بنقول أن العمل عمران فالعمران حفظ لنعمة الحياة على مراد الله والعمران وقاية ورعاية وعناية يعني إيه؟ العمل بيقوم بهذه المعاني الثلاثة للحياة يقل حياة ويرعى الحياة ويعتني بالحياة يعني إيه العمل وقاية؟ فوقاية في الاحترازات بأننا نحترز من إفساد الحياة فكرين الملائكة لما جات قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون يبأ إذن العمل بيقي الحياة من الفساد ولذلك هو العمل وقاية بيقي الحياة من الفساد والعمل رعاية لأنه بيرعى ويؤكد أن الإنسان يسير في مراد الله لما الإنسان يعمل عملا صالحا يسير في مراد الله سبحانه وتعالى ولذلك لابد أن نضع معيار للعمل وهو الخيرية فالعمل لابد أن يكون بالأساس يوصل إلى الخير إذن العمل ده تعمير يبقى العمل كمان رعاية رعاية للحياة أي يكثر الخير في الحياة والعمل عناية كمان في أنه يكون العمران قيمة إضافية أن العمران كمان بيعمل تنمية مش بيعمل خير بس ده كمان بيعمل تنمية يبقى العمل يحقق أول حاجة الوقاية فيمنع الفساد ويحقق الرعاية فينشئ الخير ويحقق كمان العناية وإيه اللي يحصل فتكون التنمية يا سلام إيه الجمال ده اللي موجود في العمل وعشان كده الله سبحانه وتعالى جعل العمل محققا للمقصد داني من مقاصد خلقنا وهو التعمير هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها علشان كده اختارنا آية النهاردة ويقوله تعالى وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب أي اطلب من ربنا سبحانه وتعالى إنه ويعينك على عمارة هذا الكون بالعمل هتلاقي ربط العمل بالعمران ده في العديد من الآيات زي ما الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق وإليه النشور يبقى لازم نعرف إن عمود العمران هو حب الحياة ويزيد عمران الحياة بمزيد حب الحياة وينقص بنقص الحياة وطب إزاي يزيد حبنا للحياة؟ بالعمل يزيد بالعمل المغموس بالأمل يبقى يزيد بالعمل بالأمل وينقص بالإحباط وعشان كده الإحباط والكسل هم أكتر الأشياء التي تفسد العمل وعشان كده عقل العمران الحكمة واستثمارها بيكون بأربع حاجات كلها بيحققها العمل استثمار الحكمة بيكون بإيه؟ بالتنوير إن أنا أستمد النور من الله في العمل بإن أنا أعمل عن علم يبقى بالتنوير أول حاجة التنوير ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم التقدير ثم ماذا؟ بعد التقدير بيكون كمان التدبير ثم يكون التعبير كل ده هو اللي بيخلي العمل يصل بينا إلى ده طب يعني إيه الإشكال اللي بعض الناس ممكن يستشكلوه إحنا قلنا أول حاجة يبقى إيه؟ التنوير يبقى فيه علم يبقى الإنسان لازم يكون عنده تنوير يعني يكون عنده علم والتقدير التقدير يعني إيه؟ إنه يضع الأشياء في مواضعها بالفكر والتأمل يبقى العمل ما ينفعش بدون معهرات وبدون تأمل وبدون بحث والتدبير هو استخدام بقى المهارات إزاي أدير بقى هذا العمل لكي ينتج خيرا ثم ينتج تنمية والتعبير لازم العمل يحتاج إلى تواصل وإلا مش هيبقى ينفع إن العمل يكون موجود من غير مهارات التواصل بإنشاء العلاقات كمان وصيانة العلاقات وعشان كده بالأربع حاجات دي ممكن يحصل العمران الحياتي والعمران الحياتي يا سادة لا يمكن إن يحتكره حد لإنه لا يكون إلا بعون ومدد من الأحد سبحانه وتعالى الذي لا يحيط به أحد فكل واحد مننا مطلوب منه عمران في مجاله وعشان كده محتاجين نتواصل عشان العمران يكتمل عشان وإن زيك بقى فيه حاجة اسمها فرق العمل وأهم معيار من معايير العمران هو التعارف ما بين الناس وعشان كده كان مهم جدا جدا إن احنا نعرف إن العمل ده من أهم أركانه إن الناس تتعارف مع بعض فكل عمران بيقوم على أمور لابد إن احنا ننفي عنه الصدام ويبقى العمل كله ماشي في طريق التعارف يا سادة العمل في الحقيقة لما بيكون في سياق العمران هو ده السياق اللي يرتضي الله سبحانه وتعالى وعشان كده لا يحقرن أحد من العمران شيئا ولو أن يميت الضغوط عن الناس الآملين أو يتبسب في وجوه المكتئبين أو يتعامل مع من يعاملك برفق ولي ودائما يقول إذا مات ابن آدم وانتهت حياته إذا انتهت حياته لا تنتهي عن عمران يعني إذا كانت لسه حياتك ممكن تبقى حياتك بالعمران فمن أراد أن ينسأ له في عمره فليكن معمرا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل كأنه يعيش أبدا ومن كان في يديه حلم أو أمل فليغرسه ولو تكالبت هلي الشدائد لازم نعرف أن العمران بيحب الإبداع يا سادة فمن علامات صدق الحب الإبداع في حب البديع علشان كده خليك دايما مبتكر في هذا المجال ومجال العمل اللي عنعيش فيه ولازم طول الوقت نعيش فيه في كل وقت يبقى إحنا كمان عن نتكلم عن العمران يوم الربعتاشة بس كمان إحنا دلوقتي بنقول أن العمران مهم جدا حضرة النبي علمنا نعيش مع العمل والعمران في كل أوقات حياتنا فيقول لنا صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسة اشتغل اعمل وإيه وعمر فالعمران ده هو مقتضى الخلافة وهو ده اللي الله سبحانه وتعالى قال وكان يعرض على الملائكة لكي يعرف من الإنسان القادم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعن في الأرض خليفة وعاونة يكون الاستخلاف والاستخلاف بالعمل يا ساعة يا سادة احنا لابد ان احنا بشكل واضح لازم عندنا مجموعة من الإجراءات عشان نعيش فيها مع العمل الذي يحقق العمران أول شيء لازم نعيشه لازم تكون متوفرة عندنا أمل بدون أمل لن يكون هناك أي ثمر للعمل أهم حاجة لازم نعملها لازم يكون عندنا أمل أهم منتجات حسن الظن بالله هو التوكل على الله ولازم نتوكل على الله سبحانه وتعالى أمر الثاني عشان عملنا يكون معمر لازم نتيقن وإحنا بنعمل إن الله سبحانه وتعالى جعل عملنا ده محل نظره سبحانه وتعالى وإذا كان محل نظر العملنا محل نظر الله سبحانه وتعالى فهو سيكون مددنا بس بشرط إن العمل ده يكون متقن إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يطقنه الطموح هو اللي بيفتح أبواب نعم الله سبحانه وتعالى وكرم الله فلازم وإحنا بنعمل عشان نكون معمرين لازم يكون عندنا طموح شامخ